كاميرا الميادين في مدينة الهول الاحتفال بالنصر في الهول بهزيمة داعش لم يحشد من قوات سوريا الديمقراطية إلا بعض الحناجر الكردية المشاهد تدل على انسحاب حامية داعش من المدينة بعد دفاع قصير عنها فالدمار يقتصر على مشاهد قليلة لمنازل المدينة الترابية الفقيرة وشاحنة محترقة وسط الطريق وفي فوضى الانسحاب غادرت شرطة التنظيم دون قتال القوائم بأسماء عناصر الشرطة تركت للمنتصرين ابتدت الحملة من ريف تلبراك الجنوبي وريف تلحميس انتقالا إلى منطقة الهول والبحر الخاتونية وهذه خطوة أولى لتحرير باقي المناطق في منطقة ريف الحسك الجنوبي المقاتلون في الهول في استراحة المعركة تتجه إلى طرد داعش من كل معاقله في الحسكة وإقفال طرق الإمداد مع الموصل حزب العمال الكردستاني مهد لدخول الهول بالهجوم من بعاج في العراق على البحيرة الخاتونية الدعم الأمريكي بالأسلحة والتغذية الجوية يدفع الأكراد وحلفائهم إلى سباق مع الجيش السوري للسيطرة على محافظة الحسكة أما الأتراك الذين لا تعدوا داعش من أولوياتهم في سباق مع الأكراد والجيش السوري إلى تسليح الفصائل الجهادية ضدهم عشرات صواريخ التاو وصلت إلى هذه الفصائل قبل أيام أخذوا صواريخ التاو وأخذوا كميات ضقمية من الأسلحة طلب منهم التوجه إلى تحرير خان شيخون موريك حماء المعقول الموجودين يشعب سوون يطرف لدي هذول هن الأرهاب الأساسي المفروض القضاء على هذول وبعدين البعث عن مقرج للأزمة السورية واشنطن فرضت توحيد الأعلام والمقاتلين تحت علم قوات سوريا الديمقراطية لكن وحدات حماية الشعب الكردية تشكل مركز القرار في العمليات العسكرية التقدم خارج المعاقل الكردية التقليدية في الشمال السوري نحو مناطق عربية واحتمال الذهاب نحو الرق عاصمة داعش دفع إلى توسيع التحالفات الكردية نحو العشائر العربية لاحتواء التوتر بعد دخول الكرد في تل أبيض ثم ضمها الأمريكيون ضموا ستة ألوية من بقايا الجيش الحر إلى قوات سوريا الديمقراطية لتخفيف صبغتها الكردية أمام العرب وطمأنة الأتراك بشكل خاص ديماناصيف ديماشق الميادين ترجمة نانسي قنقر